فكرني الكلام ده انا افكركوا انا خريج جامعة الازهر في كتاب الفقه كان عندنا في سنة من السنين بندرس حاجة اسمها كتاب الخمر وكتاب الخمر كان بيبتدي ان هو يقولك تعريف السكران فايه هو تعريف السكران كل من شارب الخمر فلم يستطع ان يتبين الارض من السماء والرجل من المرأة فطبعا كنا وقتها بنتحك ونقول ده مش سكران ده طينة فهم كمان طينة اللي عارفين يميزوا من رجل وست ولا عيل وكبير ولا حمسوي ولا مدني ولا اي حاجة بالحاجات دي يقولك عندنا خوارز مية خوارز مية تم تاخدك يا شيخ حسب ارقام الجيش الاسرائيل في نوفمبر في الخمسة والتلاتين يوم الاولانية من الحرب هجموا خمستاشر الف هدف في غزة ده رقم اعلى بكتير من العمليات العسكرية اللي فاتت في المنطقة دي اللي هي كسافتها السكانية عالية جدا بس ما فهمتش يا أيها المتحدث الفخور هل خمستاشر الف هدف دول هدف بشرية ولا خمستاشر الف هدف سكني ولا كلمة هدف دي معناها ايه بالزبط وهم مش ممكن يبقوا اشخاص لانها الخمستاشر الف دولت جابوا ستاشر الف برئي ادم جواه هل الزكاء الاصطناعي اللي عند اسرائيل حقيقي يعني شغال يعني ولا بايز ولا ولا لسه في الضمان ولا خرج من الضمان ولا ايه بالزبط ولا يروحوا يشوفوا لهم في مراكز يروحوا للشركة الالمانية لمكافحة الحشرات تصلى حلوه شكرا